السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل درس الريلاشنز عندنا بيقول لك هنا الروستر ميثود ديت هي عبارة عن طريقة لكتابة الريلاشنز اللي هي الطريقة الاساسية اللي احنا بنكتبها اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن انت بتفتح سيت عندك والألمنت بتحطها في ordered pairs بالشكل دوت دوت هو الطريقة اللي هي اسمها الروستر ديت اللي احنا بنستخدمها دي الدفولت بتاعتنا كانت في واحدة بردو اسمها الست Builder اللي احنا اتكلمنا عليها فوق وقلنا اهيد السيت Builder form اللي هو اسعه يديها لك يقول لك الريلاشنز في شكله مختصر كده اكس وواي والشروط بداعتها اكس ديفايدز واي واي وايكس بلونجز تو سيت ايه والواي بلونجز تو سيت بيه الاكس جزء من اي والواي بلونجز تو بيه دوت بيسموها السيت Builder form التاني فورم اللي هي الروستر فورم اللي هي الاساسية عندنا اللي احنا بنكتبها بها مفيش اختصار ولا كده اللي هي اقهر بتساوي order the base واحد اتنين تلاتة تمام كده دوت الروستر فورم في حاجة اسمها بقى الماتريكس فورم ايه الماتريكس فورم ديت قال لك الماتريكس فورم ديت هي عبارة عن ان انت بتعمل ماتريكس بالشكل دوت ايه تضمر الريليشنز انت عندك الريليشن ديت ديت من الريليشن دي من البي طب انت عندك ال년 بتساوي ايه ال mere بتساوي واحد دين تلاتة اربعة البي اكس واي وزد انت ايه اللي بتعمله بتعمل مصفوفة المصفوفة دى عدد الصفوف عدد الصفوف بيساوي عدد ال있는 الموجودة في ال ايه اللي هما ايه واحد دين تلاتة اربعة يعني اربعة بتعمل اربع صفوف طب وكام عمود عدد الالمنتس اللي موجودة في بي اللي هما كام تلاتة يبقى تعمل تلاتة اعمدة اللي هما اكس وواي واكس او زد ديت المفروض زد يبقى احنا عندنا ديت هي عدد الصفوف وعدد الاعمدة وتكتب جنبهم ديت بالخفيف يعني ديت ديت ليه نحنا مش مش جوه الماتريكس ديت ليه نحنا مش جوه الماتريكس ان هي ايه ايه نحط العناصر الاوليين اللي موجودة في الا والبي العناصر الاوليين اللي موجودة في الا واحد ا attenzat اللي هو وحت اتنين تلاتة الاربع العناصر اللي موجودة في B نحطها فيulome دوت اللي هو xyz وبعد كده كل الريلايشن موجودة عندنا ديت فريلايشن جاية لتـ لاتجبب واحد واحد واي اتنين واي ثلاتة وزد اربعة واي kips أربع واي اربعة وزد ديتها الريلايشن و المفروض ان هنا كان يقفلك السور هنا تمام كده الواحد و اكس الواحد و اكس يبقى معناه ان انت تخش على الاليمنت واحد اللي موجود في اكس اللي موجود في الايه والعمود اللي هو في اكس وتحط واحد يبقى ده كده اول نقطة طب واحد و واي واحد و واي ده وقت اللي هو ايه العنصر واحد اللي موجود في الايه والعنصر واي يعني معناها ان انت بتنزل في العمود اللي فيه ال-y هتنشيل بس الحاجات ديت عشان مات ماتصعبش على هنا الحال ماتصعبش عندنا الرؤية يبقى أنت 1 وx يبقى أنت بتخش على Цеلمنت اللي هو على الصف اللي هو فيه ال-1 وعلى العمود اللي فيه ال-x تحط هنا 1 طب هنا تخش على الصف اللي فيه 1 والعمود اللي فيه ال-y يبقى تحط فيه 1 برضه طب 2-y 2-y تخش على الصف اللي فيه اتنين والعمود اللي فيه الواي تحط هنا واحد وهكذا تلاتة وزن يبقى تخش على الصف اللي فيه التلاتة والعمود اللي فيه الزن وتاخد هنا دوة الواحد تحط هنا الواحد بعد كده اربعة واكس يبقى تخش على الصف الرابع العمود اللي هو فيه الاس اللي هو العمود الاولاني ده تحط واحد هنا طب اربعة واي يبقى تخش على الصف اللي فيه الاربعة والعمود اللي فيه الواي يبقى عندك هنا واحد اربعة وزد تخش على الصف اللي فيه اربعة والعمود اللي فيه زد وتحط هنا واحد حطت الوحاية بقى الحاجات تحطها صفار دولت كده اللي بعملهم دواير دولت دولت كده تسيبهم صفار زي ما البقين تحطت وحاية يبقى هي دي الطريقة اللي احنا بنكتب بها الماتريكس طبع عشان نفهمها كده مكتوبة ايه الام و ار ديت هي الماتريكس احنا قلنا لما تيجي تشاور على العناصر اللي جوه يعني الماتريكس دهنا مثلا بتكتب كابيتل يعني حروف كبيرة انما العناصر اللي جوهه بنكتب بحروف صغيرة وبنديها حاجة اسمها indices indices يعني معناها indices دولت اللي هم يعني الصف والعمود الاندكس i يعني معناها ده الصف رقم i الجي الصف رقم جي يبقى انت بتقول ان ان الفورمولا دي معناها ايه؟ معناها ان انت m دية m small معناها عنصر في الماتريكس m كابيتل تمام العنصر انهو بقى العنصر i و j اللي في الصف رقم i العمود رقم جي بيساوي ايه؟ قالك بيساوي حاجة من اتنين يا اما واحد يا اما صفر طب واحد ولا صفر على حسب ايه؟ قالك على حسب لو a i dه معناها ايه؟ معناها ان انت عندك ال a small دوت جزء من a عنصر من عنصر ال a كابيتل اللي هي الست الكبيرة اللي هي واحد واثنين وثلاثة واربعة ال a small و ال b small اللي هي عنصر من عنصر ال b اللي هي x x y و z ال a وال b ال a i وال b j لو موجودين جوه ال r جوه ال relation اللي هو اللي احنا كنا بنعمله هنا موجودين هو ال relation هنا تحط واحد طب لو مش موجودين doesn't belong to يعني مش موجودين فيها تحط زفر هو ده بالزبط اللي احنا عملناه هنا تمام؟ ده بالنسبة ل الاكزامبل الخامس طب الاكزامبل السادس بيقول a find the relation r on a set a بتساوي واحد واثنين وثلاثة اربعة whose matrix is given below طيب دي matrix دي ايه ديت بتبقى عبارة عن ايه عبارة عن elements بها ايه الى elements بتاعت ايه يعني من والى نفس الحاجة يبقى انت تحط هنا عشان ليك انت ارقام واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة العنصر ده يقولنا ايه يقولنا ان relation دي موجود فيها موجود فيها الوردر دي بير اتنين واثنين لان هي في الصف التاني العمود التاني طب نشوف الواحد ده ناخد وق Sa الواحد ده الواحد ده بيقولنا ايه بيقولنا ان جوا relation برضو في order 더 jak عبارة عن الصف الاول العمود الرابع وهكذا الواحد ده بقى يقولنا ايه بقى ان relation دي برضو جواها الصف الاول العمود التالت فيه هنا واحد وهكذا تعطمشي بقى كل واحد من دولة الصف والعمود دوت يقول لنا ايه يقول لنا ان فيه عندنا الصف الثالث العمود الثاني عندنا ده موجود لا ده الصف الثالث العمود الثالث دوت موجود عندنا طب ودوت ده بيقول لنا ان الصف ان الوردر دبير الصف الرابع العمود الاول موجود عندنا طب ودوت الصف الرابع العمود الثاني موجود عندنا دوت هو كده الريليشن يبقى هتلاقي عندك الريليشن اللي احنا كتبناه هنا موجودين واحد 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 وثلاثة واحد وثلاثة واحد واربعة واحد واربعة نين واثنين نين واثنين تلاتة واثنين تلاتة واثنين تلاتة وثلاثة اربعة واحد اربعة واثنين يبقى هم تواس الريليشن اللي موجودة عندنا دوت هم معنى الكلام ده بكل بساطة. طيب. يقول لك ايه? يقول لك في حاجة اسمها. يعني احنا ممكن نرسم نرسم لها كده اللي هو بيوضح لنا ايه? هل في مسلاً لو انت عندك الرياليشن دي على الست ايه من الست ايه الى الست ايه. يعني نفس يعني الانبوت والاوتبوت الدومين والرينج لنفس الحاجة. يعني لنفس الست. الاتنين الست ايه والست ايه. تمام? اه مثلا ممكن نمثل العناصر بتاعت الست ايه في هيئة دوائر اللي هما واحد اتنين تلاتة واربعة. ونعمل سهم رايح من كل من كل اكس لكل واي عندنا. يعني ايه? مفروض يبقى فيه سهم رايح من واحد لواحد. يبقى فيه سهم رايح من واحد لواحد. طيب فيه سهم رايح من واحد لاتنين. يبقى تلاقي سهم رايح من واحد الى اثنين. طب واحد لتلاتة. هتلاقي سهم رايح من واحد الى تلاتة. طب واحد اثنين واثنين. يبقى هتلاقي سهم رايح من اثنين راجع تاني الاثنين. هكذا هتلاقي كل الحاجات ديت موجودة عندك. دي طريقة تانية لنه نعمل كده. مثال على كده جوجل مابس. هي دي معناه جوجل مابس بالزبط اللي هو ايه. ان دوت يعني مسلا فيه طريق من اثنين الى اربعة. بس ما فيش طريق من اربعة الاثنين. فجوجل مابس بيمسلها ازاي ان هو ممكن يحطها في هيئة متريكس ان دي منطقة واحد ودي منطقة اثنين. وفي عندك طريق بيوصل من اثنين الى اربعة انما ما فيش طريق راجع. دوت مسلا يعني ممكن تاخدها كمعنى للكلام دوت. تمام? بعد كده عندنا يقولك مسلا فايد الست بيلدر فور ما فيه? يبقى هو دوت اللي هو اللي احنا كنا نتكلم عديده زمن اللي هو المختصر يعني بتاعت الار off اكس واي واكس ديفايز واي. تمام كده? بالنسبة بقى الجزء الاخير اللي هو اليونيون والانترسكشن اا بتاع اثنين الريليشنز. فاليونيون ده من الاخر عبارة عن ايه? عبارة عن ان انت لو عندك ريليشن لو مسلنا الريليشن كده بدلا ما هي في هيئة ست، مسلناها في الدوائل. فقولنا مسلا ان الريليشن ار. معالش ثانية كده. الريليشن ار ديت. ودي الريليشن ار ديت فيها ايه? فيها الاردر دبير واحد وواحد وواحد واثنين. وريليشن ار فيها برضو الواحد والاثنين. وفيها اتنين واثنين. لما تقول اليونيون. اليونيون معناها ايه? معناها ان انت بتاخد العناصر كلها اللي موجودة. اللي موجودة في الار. والعناصر اللي موجودة في الاس بدون تكرار. يعني الواحد والاثنين دي موجودة في ار وموجودة في اس. تاخدها مرة واحدة بس متاخدهاش مرتين. فهو ده معنى اليونيون يعني لما يجي يقول لك يعني معناها تاخد كل العناصر اللي موجودة في وكل العناصر اللي موجودة في وما تاخدهم ما تكررش الحاجة مرة تانية هتلاقي الواحد وواحد موجودة هنا الواحد واتنين موجودة هنا طب الواحد والتلاتة مش موجودة في الار بس موجودة في الاس الواحد والتلاتة موجودة هنا طب الواحد وواحد موجودة تاني لا مش هحطها انا احطتها مرة واحدة بس وهكذا هتلاقي العناصر دي هي هي العناصر بتاعت The R and S من غير تكرار من غير ما تكرر اللي اتنين مرتين يعني أو تلاتة يعني ما تكررش خالص طب الانترسيكشن قال لك لا الانترسيكشن بقى عبارة عن ايه اللي تكرر اللي تكرر ايه ان انت عندك واحد واللي اتنين ده تكرر مرتين يبقى انت تاخده معك الباقي لا دك ده موجود في حتة واحدة بس لا انت بتدور على حتة المشتركة بين الاتنين اللي هي واحد و اتنين تمام يبقى انت عندك هتلاقي هنا واخد ايه R intersect S قالك ان هي واحد و واحد ليه لان الواحد و الواحد موجودة في ال R هي وموجودة في ال S هي طب والاتنين والتلاتة هتلاقيها موجودة في ال R وموجودة في ال S التلاتة والاربعة هتلاقيها موجودة في ال R وهتلاقيها موجودة في ال S تمام يبقى هو دهوت كده ال union والintersection بكل بساطة طيب الكمبوزيشن بقى. الكمبوزيشن بيقول لك اللي هو الرمز بتاعه ار كومبوزت اس. وده بيبقى ايه? بيقول لك ان هو عبارة عن اردر دبير من ايه واسي. طب ايه الايه وايه السي? قال لك الشروط اهيات موجودة هنا. الشروط ان الاي والبي يكونوا جزء من ار. والبي والسي كمان تكون جزء من اس. يعني معنى انت عندك اتنين ريليشنز ار واس. الر ديت عبارة عن حاجة من الايه في البي. والاس دي عبارة عن حاجة من البي في السي. الركمبوزت اس معناها ان انت عندك ايه وسي يعني معناها ان انت عندك الاساسي اللي هو ايه? والاخير اللي هو سي هم دهات اللي انت بتاخده. والبي ده وتوسيط. البي ده هو اللي بيوصلك من الحاجة للتاني. يعني ايه? الكلام ده هي ان ناخده كمثال عشان بالمثال يتضح المقال. عندنا الا واحد واثنين وثلاثة واربعة. عندنا البي بي كيو ار اس. طب والسي اكس وواي وزد. عندنا الريليشن ار واحد وبي واحد وار واحد واس اتنين وار واثنين واس تلاثة وبي زي ما هو مكتوب كده. والاس عبارة عن ايه? عبارة عن بي واكس بي وزد كيو واي ارو واي ارو زد وهكذا. لو عايزين نجيب المصوفة ار كيو ار ار كومبوزت اس. قالك هتعمل ايه? تعمل الواحد والبي. هتاخد الواحد والبي. ويه عندك هنا دوت بي? يبقى تدور على الحاجة اللي في اس اللي بدية بي. هتلاقي ايه? هتلاقي ان في عندك بي هنا وبي هنا. طب هتاخد يبقى هتاخد بقى ايه? هتاخد العنصر اللي هو واحد ده. مع ايه? مش مع البي بقى مع الاكس. ومرة تاخده تاني مع الواي. مع مع الزد قصدي. مع الزد. اللي هما ده وده. ده هو المعنى. طيب الواحد والار. الواحد والار. يبقى انت هتشوف هنا الار ديت. الار ديت هنا موجودة فين? موجودة هنا. موجودة هنا. يبقى تاخد المرة الواحد ده مع الواي ومرة مع الزد. واحد مع الواي وواحد مع الزد. هل تكتب الواحد مع الزد تاني? لا ما هو مكرر. خلاص احنا قلنا ان الست دايما بيبقى فيها ارقاء حاجات مش مكررة ما ينفعش انت تقول واحد واحد وواحد ما الاتنين واحد فما ينفعش انت تكتب نفس الحاجة تمام يبقى ده كده الار كومبوزت اس تجيبها ازاي تجيبها عن طريق برضو طرب المصوفات اتا ممكن تمثل المصوفة اما اما ار دايما عملناها وام اس زايما عملنا قبل كده برضو لو ضربت الاتنين في بعض هو ده كومبوزيشن بص ثانية واحدة معلشي كومبوزيشن هو عبارة عن ضرب المصوفتين في بعض تضربهم ازاي قالك تضربهم كده ده اوات كده صف في عمود واحد في صفر بصفر واحد في صفر بصفر واحد في واحد بواحد صفر في واحد بصفر يبقى كده ايه واحد جبت كده عنصر الاولين العنصر التاني تاخد نفس الصف ده بس مع العمود التاني هتلاقي ان كل حاجة بتضرب في صفر فهتديلك صفر الصف الثالت الصف الاول مع العمود التالت عشان تجيب العنصر ده وانت وص لما بتاخد صف كده والصف الاول العمود التالت يجيب لك العنصر اللي موجود في الصف الاول في العمود التالت ده اللي هو ما بينهم اللي هو الحاجة المشتركة ما بينهم فهتطلع هنا الارقام واحد 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 وصفر والصفر والحاجات دي فده وتهم معنى الانترسيكشن بالنسبة بقى لعلامة الانترسيكشن وعلامة اليونيون فدي بسيطة خالص بقى علامة اليونيون اللي هي بتبقى كده علامة الانترسيكشن اللي هي بتبقى كده طب دي بتقولك ايه عمتا بقى خدوها كده قاعدة الواحد يونيون الواحد يديك واحد. الواحد. يعني اه اما يبقى عندك اليونيون ديت هي برضو هي الور. يقولوا عليها الور برضو. الواحد مع الصفر يديك واحد. الواحد الصفر مع الواحد يديك واحد. الصفر مع الصفر هي دي الحاجة الواحدة اللي تدتيك صفر. يعني معناها بالاخر ايه? معناه الكلام ده Cody؟ معناها ان انت لما بتقول ان انت عايز ان واحد من الاتنين يكون قيمته إيجابية اللي هي واحد لو مفيش فيهم أي حاجة واحد يديك صفر إنما لو فيه واحدة بس فيهم يكفي إن واحدة فيهم ويتبقى واحد عشان النتيج يبقى واحد واحد هنا يديك واحد طب لو اتنين واحد زي الفول كده كتير قوي يبقى كده هو دوة اليونيون طب الانترسكشن الانترسكشن دا بيسموه الاند اللي هو عايز ده وده يعني لازم يبقى واحد وواحد يديك واحد طب واحد وصفر لا انت لازم محتاج للاتنين يبقوا واحد يبقى يديك صفر طب صفر و واحد طب ما نفس الكلام ما انت كده بقى عندك صفر و واحد ما في واحدة فيهم صفر يبقى تديها صفر طب صفر و صفر ده مفيش حاجة خالص يبقى صفر يبقى هي ديها قاعدة تاعت الـ and والـ and فانت كل ما تعمله لما يقول لك union يبقى انت تلوه في الرقمين دول واحد و صفر يديك ايه يديك واحد للي ان ده union اللي هو الاولاني اللي هو يكفي ان يبقى في واحد فيهم واحد عشان يبقى كله واحد طيب واحد و صفر يديك واحد برضو طب واحد و واحد خيره و بركة واحد طب صفر و واحد و واحد برضو طب صفر و صفر الـ 2 صفر لا يبقى كده صفر طب صفر و صفر يديك صفر وهكذا هو ده union الـ intersection بقى لا انت لازم يبقى الـ 2 و 1 يعني معناها ايه بص شايف ده واحد و ده صفر لا يديك صفر طب ده واحد العنصر المقابل ليه هي هنا الصفر يديك صفر طب ده بقى واحد و واحد هو ده الوحيد اللي يديك واحد ليه لان المدخلين واحد تمام؟ وهكذا في باقي الحاجات طيب الترانسبوس بقى معناها ايه؟ معناها من الاخر كده بكل بساطة اللي هو الترانسبوس ده هو الـ inverse بيدلوا رامز T كده اللي هو MR inverse دي معناها ان انت عملت inverse الـ R او MR وعملت الماتر جديد ترانسبوس يعني ايه ترانسبوس؟ يعني شايف الصف ده واحد واحد صفر شقلبته بقى هو العمود طب الصفر صفر واحد ده بقى شقلبته بقى هو العمود الثاني الصف الثالث شقلبته بقى هو العمود الثالث الصف الرابع بقى هو العمود الرابع فهو ده الترانسبوس